أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن حرب أكتوبر ستظل حكاية ملهمة لن تنتهي وأن النصر الذي تحقق كانت وراءه إرادة شعب كامل رفض الهزيمة وتحدى نفسه والظروف أضاف الرئيس السيسي خلال احتفالية اتحاد القبائل والعائلات المصرية حكايات الأبطال بمناسبة ذكر انتصارات أكتوبر أن الظروف التي تعيشها مصر الآن أجبه بتلك التي عاشتها البلاد بعد حرب عام ١٠٩٧ ولكن بإرادة الشعب المصري تجاوزت البلاد المحنى إن حكاية أكتوبر حكاية ملهمة ما بتنتهيش والنصر اللي تحقق ده ما كانش نصر بسيط ده كان نصر وراء إرادة شعب كامل إرادة شعب كامل رفض الهزيمة وتحدى نفسه وتحدى ظروفه وعايز أقول لكم تحدى التحدي نفسه تحدى التحدي نفسه أنا عايز أقول عايز أقول لكم اللي أنتو بتشوفوا دلوقتي دلوقتي من غير تفسير كتير وتوضيح كتير كان تقريبا ده الظروف اللي احنا بنعيشها بعد ٦٧ في مصر وكان كل الناس العالم والخبرة والمهتمين بالمواضيع العسكرية والتحديات اللي كانت بتجابيها الدولة المصرية في الوقت ده خاصة على الصعيد العسكري ده كان بيقولوا أنه مستحيل مستحيل خط برليف منع قناة السويس التفوق الكبير المقارنة اللي كانت مش في صالحنا كله كان بيقول أنه ما فيش ما فيش فرصة نجاح لكن الشعب المصري زي ما بقولوكوا كده رفض ده وأصر وتحدى نفسه وحقق الانتصار وعشان كده الانتصار ده غالي قوي والدفع فيه كتير من دماء شبابنا دماء المصريين وأيضا السلام الدفع فيه كتير قوي على رأسه اللي رئيس الراحل محمد أنور السادات دفع فيه كتير دفع فيه حياته ودمه عشان عشان فكرة كانت سابقة وقتها وعصرها